لحظة لنتدبر معك هذه الآية حفظك الله تضمنت الآية الرد الإله على الزعم الباطل لأهل كتاب اليهود والنصر بأنهم فقط من سيدخلون الجنة دون غيرهم وفيها انتقاد لهذا الاعتقاد باعتباره باطلا لا يستند إلى دليل لا يدعمه نقل ولا عقل وفي الآية تحدي لهم لتقديم براه لإثبات ادعائهم وأن الجنة ليست حكرة لأحد وإنما سيدخلها من أسلم وجهه لله يعني من سلم ذاته لله وهو شدة امتثال أوامر الله والمواعد المستنبطة من الآية هي تصحيح الاعتقاد يجب على الإنسان أن يؤمن بالله إيمانا صادقا ويتبعه بالتقوى والعمل الصالح وأن الاعتقادات الزائفة ليست مقبولة ثانيا تأكيد أن الجنة مخصصة لمن أسلم وجهه لله يعني من سلم ذاته لله وعمل بإحسان في عبادته وأعماله ثالثا الأهمية الكبيرة للإيمان الصادق والعمل الصالح وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه في دخول الجنة دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرق